السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن 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 نرى الصورة لاحظوا حينما نفسي ما هي الأعضاء النباتية التي يمكن لمصطفى أكلها؟ نفترض أن يمكن أن نأكل جذور وثقان بعض النباتات اثنان نتحقق من الفر��ية بالإجابة لأتمرين وكذلك من بعد نضع خلاصة للشرح الذي قمناه بشرح جلل سابقا إذاً ولاحظوا الرسمة و أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة درنتون سابقا ما معناه درنتون جذر تؤكلوا لا تؤكلوا إذاً كنت من التلاميذ الذين لم يشاهدون أي دروس الخاصة بمظاهر الحياة عند النباتات يشاهدونها درس بدرس حينت فعلا مهمة جدا حاولت أن نبسط لكم الدرس ما أمكن أو الدروس ما أمكن لكي تفهمها حينت فعلا تستحق التركيز و أخذكم تفهمها إذاً بلاحظوا معي هنا درنة البطاطس امتداد لساقها تفقتوا معي إذاً أن هذه تسمى درنة البطاطس هي امتداد لساقها تفقنا وكتسمى درنة البطاطس كنقدروا أننا يعني خضرة تؤكل فهي خضرة تؤكل لحظوا معي جذر اللفت أصفر لحظوا معي الجذر ديال اللفت الأصفر مش هنقدروا ناكله أكيد لا فقد كان ناكلوا هذه اللفت هذه تفقتوا معي إذاً نجيب على الأسئلة درنة البطاطس خضرة تؤكل وجذرها لا تؤكل جذر اللفت خضرة تؤكل وأوراقه لا تؤكل يعني أنا لا نقدروا أن ناكلوا الأوراق دياله تفقنا إذاً نضع خلاصاً يستطيع الإنسان أن يأكل عدة أجزاء من النباتات مثلاً الأوراق نقدرون أن ناكلوا الأوراق مثل ماذا؟ بحل الخوس بحل زيبيناغ بحل هاتك شجل بقولة اللي كان ناكله إحنا مثلاً في المغرب كل شيء يعرف الخبيزة مثلاً يشاكل الأوراق يعني تناكلوا الأوراق دياله والسيقل مثلاً بحل الكرافت كناكلوا لها السيقل دياله كذلك الجذور بحل اللفت مثلاً تفقنا إذاً نحاول أن نجيب على نجيب على تمرين الخصب السثمر إذاً لاحظوا معي أضعوا على ما في خانة الجزء الذي يأكل لاحظوا معي هنا النبتة وهنا مجموعة ديال ديال الخضر لاحظوا معي نحاولوا نكتشفون مثلاً أوراق ساق جذر لاحظوا معي الأوراق مثلاً هنا مثلاً الجذر كما نأكله كما نأكله كما نأكله هذا الجذر هو الذي يكون مغروس في العدق من الأرض هو الذي يسمى الجذر يعني هو الذي يناكله هذا و هذا هو الساق يعني لا نأكله هذا الجذر كما نأكله كما نأكله هذا الخرشوف لا أعرف ما يسمى كل مدينة ولكننا نسمى الخرشوف لاحظوا معي ما نأكله ما نأكله ما نأكله الساق الساق لاحظوا معي هذا البصل ما نأكله كما نأكله كما نأكله الأوراق كما نأكله هذا الفجل كما نأكله هذا الجذر هذا الجذر هو بحل و بحل الجذر حتى يكون هذه الجذر كتكون مغروسة في أسفل التربة يعني في العنق كتكون مغروسة إذا حاولت أني نبسيت لكم كيف دي ماء الدرس ما أمكانك تتمنى أني كنت موفقات لقى إن شاء الله في درس القادم و إلى اللقاء